لم يكن حديث زعيم التيار الصادري مقتدى الصادر عابراً ولم يكن مؤتمره الصحفي مجرد إطلالة على الشعب العرقي فحسب بل هي رسالة أطلق من خلالها أول قرارته التي تقضي بإنهاء زمن السلاح خارج سياق الدولة والقانون يفي الصدر بوعده فيواجه الفصائل المسلحة بأول تنفيذ عملي في الميدان معلناً حل لواء اليوم الموعود وإغلاق مقراته كافة لتدوي تغريدته في أرجاء العراق وخارجه كبادرة حسنينية منه وكتفعيل حقيقي لجميع الفصائل المسلحة وغربلة الحجد الشعبي من العراسل غير المنضبطة تمهيداً لطريق جديد لا فوضى فيه أو تجاوز على القانون وتمهيداً لصناعة حكومة جديدة مقبلة وضع الهزعيم الكتلة الأكبر شروطها وأعلن وطنيته المطلقة للعراق والعراقيين حفاظاً على هيبة الدولة التي لا تأتي إلا من هيبة القرار الهيئة التنسيقية لما يعرف بالمقاومة أعلنت رفضها التخلي عن السلاح مبررةً قرارها بمواجهة المحتل والقوات الأجنبية على أرض العراق الصورة الكاملة من بعيد يرى المتابع للحدث والساحة على أنها حالة احتقان لا تنتهي إلا بقبول النتائج والسير على نهج الحوار لينعم العراق بالاستقرار ترجمة نانسي قنقر